السلام عليكم ازايكم شباب سنة اولى يا رب تكونوا بخير معاكم عمر دياب انا خديك صيدالة سكندرية عشرين عشرين يعني من السنة اللي قبل اللي فاتت بس انا بقالي ست سنين بدي كورسز في منكم عرفني في منكم لسه هيعرفني بعد الفيديو دوت بس اتمنى هتكون معرفة خير ويبقى الفيديو ده تبسيط ليك وحنا في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ اول محاضرة كاملة في المدينسين البلانتس بس عايز قبل ما ابتدي المحاضرة الاولى في المدينسين البلانتس كده ايه اديك نبزة مختصرة مش بس عن المدينسين البلانتس على الكلية والقسم بتاعنا من اول المدينسين البلانتس حدما تخلصوا احنا في قسم الفرماكوغنوزي يعتبر هو القسم الوحيد او قسم العققير النباتية او الادوية النباتية يعني كل كل كلامنا هيبقى على نباتات مش عايزك دماغك تروح كده نحية تانية عدادي وتانية سنوي ولسنوي والحاجات اللي هي ايه كانت الجزء النباتي دوت احنا ما بنحبوش وبنحب نذاكر الحاجات اللي هي لها علاقة بالانسان والله انا اوعدك ان انا ان شاء الله على قد ما اقدر هخليك تحب الجزء ده جدا ويبقى اسهل جزء وافتكر مني الكلمة دي هقولها لك في اول فيديو في اول دقتين تلاتة في اول فيديو هتفتكرها الحاد اما تخلص سنة خمسة اقول لك ان لو في اي مادة اي مادة في خلال السنة زعالتك هتيجي المادة بتاعتي انا او اي مادة لها علاقة بالنباتات وحتراضيك وحتفرحك بإذن الله سواء بدرجات او ان منهاجها ان شاء الله هيكون بسيط وسهل عليك طيب اه عايزين نبدأ كده ونسمي الله اه عايز اعرفك الاول احنا قسمنا دوت بيتكلم على ايه وقسم الفرماكوغنزي او قسم العقولير الطبية بيتكلم على زي ما قلنا الجزء النباتي باخد من نبات مادة فعال المادة الفعالة دي بحطها في الدواء طيب بيبقى دلوقتي هذا في الوحيد ان انا اطلع من النبات المادة الفعالة طيب انا النبات ده عشان اطلع منه مادة فعالة في خلال دراستي انا في الكلية هل هيعرفني ازاي او انك عرفك ازاي مية في الميل لان انا مش هندرس هذا الترمي ده بس احنا هندرس من اول النهاردة ارهاد سنة خمسة ان شاء الله النهاردة حنبدأ مادة اسمها المدسنال البلانتز يعني ايه؟ يعني النباتات الطبية يعني انا ما بدرس الطماطم والكوسة ومش عارف ايه والحاجات ديت لا انا بدرس ايه؟ بدرس النباتة اللي ليه تأثير على جسمي علاجي ليه تأثير علاجي يعني اقدر اياخد من النبتة دي مادة فعالة اللي مادة الفعالة بي احطها في دوت او حتى اخذ النبات لانه هو المادة الفعالة دي يجب عليني من مرض معين يبقى ده الميديسن البلانس طيب افرد انا مش عارف افرق ما بين الميديسن البلانس دي وبعضها وبطلق بطلق يجي لك في تاني كورس هنبدو على مدار الترمين هو الفارما كوجنوزي الفارما كوجنوزي اللي هو على اسم القسم بتاعنا وهو علم العقاقية بندرس بقى فيه النباتات شكلا وموضوعا واكتف كونستيتواند مادة فعالة وطالما فيها المادة الفعالة ديت يبقى نستخدمها في الاستخدام دوت اليوز دوت وطالبها بنستخدمها في اليوز دي يبقى لازم اخلي بالي هل النباتات امنة في ناس عندها اعتقاد كده ده فينجو اجمعها ان النباتات او المواد العشبية دي منهاش اي اعراض جانبية وخد منها يا بشا براحتك طبعا ده بيودي البلاوي تانيا يعج اسمها تفاعلات ما بين الادوية وبعضها وشوف بقى فيه تفاعلات ما بين الادوية والنباتات كمان لان النباتات فيها مادة فعالة فلازم اخلي بالي فيه النباتات مثلا ممنوعة مع الحوامل نباتات ممنوعة مع الستيات اللي بتردع نباتات ممنوعة مع الاطفال نباتات ممنوعة مع الناس اللي عندها مثلا امراض في القلب امراض في الكبد امراض في الكلا امراض في الكبد امراض في الكلا كل دي حاجات لازم اخلي بالي منها مين بقى اللي بيدرس كل دوت بيدرس التفاعلات وبيدرس المواد الفعالة وبيدرس ازاي يفرقلي ما بين نباته ونباته المادة اللي اكبر من الميدسنال بلانز تحت تترمي ده شوية يسمع الفرماجاب مزيد طي جميل بعد يعني اكده لو كتبناها سريعا سريعا عندنا هامو الحاجة كده هو الميدسنال بلانز في الميدسنال بلانز دي هنعرفي يا شباب هنعرف والله النبتة نفسها او هاتكلمك عليها بكل بساطة النبتة دي الخلية اللي جواها بتعمل ايه؟ طيب الخلية دي بعد ما خلصت طلعتلي مواد فعالة ايه؟ طيب المواد الفعالة دي نوعها ايه؟ حاجات بسيطة خلص ثم بعدها هندلسل للناس دي بتكبر تطبيق تكبرد مما ياسمها الفرماكوجنوسي علم العقاطير العلم الفرماكوجنوسي دا خلاص بها هندرس في يعني؟ هندرس فيه النبتة كيف يفرق النبتة ديagan النبتة دي طيب ازاي بعد ما فرقت النبتة دي أكل المادة الفعالة طيب المدة الفعالة دي نوعها ايه؟ طيب تتخذ في الاسخدام ال인가؟ طب ممنوعة مع مين وهكذا بعد الفرماكوجنزي القلم تطور شوية بقى في حاجة اسمها فيتو كيمستري انت طبعا عارف يعني ايه كيمستري طب يعني ايه فيتو كيمستري كيمياء فيتو يعني ايه علاقة بالنبات احنا قلت لك ان احنا قسم النبات فحنا حتى الكيميا بندرسها الكيميا بتاعت النبات طب هو النبات بيعمل ايه كيميا بيعمل المادة الفعالة اقول لك بقى انا في الفيتو كيمستري س行 يستخرج الكيميا بتاعت النبات دى من النبات حاجة اسمها . اكتب يعني فعال اكتب يعني فعال لايستخرجها عرفوا نبات طب والأكتف كونستيتون دي هقسمها ازاي؟ هل كل النباتات عندها كل المواد الفعالة؟ لا وإلا ما كانش مثلا النعناع بيستخدم فواجع البطن الاسبرين اللي هو اتاخد اصلا من شجر السفصاف كانوا زمان يعضع عضوه عشان يصلاع مثلا كانوا بالنسبة للبنات في وقت المنستر والسايكل او الدورة الشهرية ليه بتشربوا سينيمون قرفة قل لك يا شب شوية قرفة عشان ايه؟ تنزل البيريد لان البيريد بتنزل عم طريق ما هالقرفة دي فيها مادة فعالة يبقى كل نبات بيبقى فيه مادة فعالة او اكتف كونستيتونت او اي سي مخصص بيه الفايتو كيمستري تعرفها لي جميل بعد كده لاي والله في ناس تقولك احنا ما بنصقش في الاعشاب ليه؟ عشان والله مش متأكدين ان العشبة اللي جاياني ديت صحيحة 100% انا مش متأكد من بتاعت العشبة ديت قل لك لا يا باش احنا ما بنصقش كده هو مش اي حد يبيع عشانب لا ده احنا بعد كده هندرس حاجة اسمها القواليتي كنترول القواليتي كنترول يعني ايه؟ يعني ان انا ازاي اتحكم في القواليتي بتاعت النبتة بتاعتي هل لما ازرع المرة دي هل المرة الجاية ازرع الا ايه المادة الفعالة اختلفت عن المرة الاولانية؟ لا طبعا ما ينفعش مين اللي يتحكم في الموضة ده؟ القواليتي كنترول فلو تاخد بالك برضو احنا بنرجع لكلمة الاكتف كونستيون يعني هي اهم حاجة ان انا حافز على المادة الفعالة الاكتف كونستيون طيب بعد كده اننا والله في اخر سنة خالص في القسم بتاعنا هيقوم بتديك حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها الفايتو ثيرابي فايتو ثيرابي دي يعني ايه؟ قلنا فايتو يعني نباتي ثيرابي يعني علاج يعني ازاي علجك عن طريق النباتات؟ تقول لي طب ما احنا كل دوت كل الفترة اللي فاتت ديت؟ اعمل اعمل تقول لي ازاي بتعليقني ويوزس ومش اعرف ايه؟ عن طريق نبقى تقول لك لما هي بقى هتديك هتديك يعني دي اللي هتلاقي فيها اهم حاجات خدناها في كل اللي فات عشان ما تتخرجش والتناسي كل اللي فات لأ وهنا بيديك بقى الحاجات اللي هتقابلها في السردلية هتقابلها في المستشفى هتقابلها مع ماما وبابا في البيت هتقابلها حتى مع صحابك وانت قاعدين في واحد وانت قاعد على القهوة سألك سؤال فانت المفروض تجاوبه بحاجة عشبية بسيطة واحد عنده كحة مش عارف ايه وهكذا ده كده منظر بشكل عام اللي هلتكلم عنه ان شاء الله مع قسم الفرماكوجنوزي في خلال الخمس سنين بتوع صيدلة او يعني آشان منظر معك في السنة اولة دي سنة أولى و بداية سنة ثانية سنة ثانية ترمة أول وترمة ثاني الـ Quality Control في سنة ثالثة الـ Phytotherapy في سنة رابعة الترمة الثاني Quality Control في سنة ثالثة الترمة الثاني Phytotherapy في سنة رابعة الترمة الثاني فانت هتاخد أربع سنين مع القسم بتاعنا واحنا من أكتر الأقسام اللي بتبقى متشعبة ويعني هتلاقي إن شاء الله إن شاء الله سمعتهم سبقاهم يعني أنا مش عايزة بتقلق بأي حاجة خالص بالمادة بتاعتنا طيب أنا بقى دلوقتي مبدئيا كده ماليش دقوا بكل دول خالص أنا بس إيه؟ بديك مقدمة بسيطة كده عشان ما تنساش أو ما تحسش إننا بندرسك حاجة رخمة أنا إيه؟ عايزة أتكلم عن الـ Medisional Plants طيب الـ Medisional Plants أو النباتات الطبية اللي احنا ندرسها النهاردة المادة بتاعتنا اتفقنا هنتكلم على الـ Medisional Plants عن نباتات Medisional Plants يعني حمال أهلال قوي الـ Medisional Plants دي هندرس فيها إيه؟ قال لك تعالى جده نفكر مع بعض الـ Medisional Plants دي بتفكر إزا؟ أولاً هناخد إيه؟ Introduction 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 دي قل رأيي هنخلصها تحصل أهلالية دي وخلاص خلصة مقدمة تعريفية بيديك شوية أمثلة يقول لك إن فعلاً النباتات لها مواد فعالة وفعلاً المواد الفعالة دي تقدر تشفي مرض الماء فهنديك شوية أمثلة ونعرفك إن مش إحنا بس أو مش دلوقتي فقط اللي بندرس فيه الـ Medisional Plants لا ده الـ Medisional Plants دي من قديم الأذر هتلاقيني بقول لك هنشوف الـ History يعني التاريخ يعني أمثلة قديمة يقول لك القدماء المصريين كانوا بيستخدموا النباتات عشان واحد اتنين تلاتة وهكذا ده كده الـ Introduction طب بروحهم اتنين هندرس حاجة اسمها الـ Preparation يا شباب يعني هي الـ Preparation يعني هل أنا في نباتات أنا معاك أول غريب إن في نباتات أخدها من الأرض أغسلها وأجففها وأطحنها وأخدها ده كده ما اسموش Preparation الـ Preparation أو التحضير هو إن أنا إيه إزاي أخد النبات دوت في أفضل حالة ممكنة إزاي أزرع إزاي أحصد؟ إزاي أجفف؟ ما هو أنا ما باخدش النبات وأخده كده على طول؟ مش في أغلب الأحيان لا ما هو أنا عشان أزرع عشان أخد أفضل أكتف كونستيتون أحصد عشان أخد أفضل أكتف كونستيتون مادة فعالة أجفف بعد كده عشان أطحنها أخد أفضل أكتف كونستيتون وأفضل أعمل كل الخطوات إذا حد ما وصل في الآخر لكابسولة لباكتة شاي فيها مادة فعالة وهكذا عشان إيه؟ عشان في الآخر أعمل بريباريشن للنبات إنه يطلع في أفضل حالة ممكنة طيب ده ده كلام عام بالنسبة لأول تلت محاضرات كلام عام ما يهمينيش قوي ده هتبقى محاضرة واحدة إن شاء الله البيباريشن هيبقى محاضرتين أنا بقى عايزة بتركز أوي 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 فين من أول رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة بيتكلم عن حاجة اسمها الميتابوليك بلانت سل سل يعني إيه؟ يعني خلية دي محاضرة واحدة حد سل يعني خلية أنا بقى حدرس ما جوه الخلية ما جوه الخلية هندرس بقى إيه؟ النواه هندرس الجولجي أباريتس جهاز جولجي هندرس الإندبلازمي كريتيكلام الشبكة الإندبلازمية وهندرس كل واحدة من دول وظيفتها إيه؟ وبتطلع إيه؟ طب بمناسبة بقى بتطلع إيه أو وظيفتها إيه ده؟ مش مثلا كلمة أولا تعال بستنترجم كده مش عايزة بتحفز حاجة أنا بس بديكم نجزة عن منهجنا متابوليك دي يعني إيه؟ متابوليك دي يعني بتعمل عمليات الإيد إيه بدي؟ يعني من الآخر كده عمليات الأنابوليزم البناء والكاتابوليزم الهدم فعملات الأنابوليزم والكاتابوليزم اللي تمها بعض بنسميهم متابوليزم عملية المتابوليزم دي بتطلع حاجة يسمها متابوليتس يعني موقعت بعد كده هتطلع من العمليات دي تساعد للنبات انه يعمل حاجة في حياته. تمام؟ خلينا كده رقم تلات دي على جنب دلوقتي. طيب بعد تلاتة هي الخلية عبارة عن المواد دي بس يعني نيوكلياس وإندوبلازم الكريتيكلم والميتوكوندريا هل الخلية عبارة عن دول بس؟ لا طبعا قال لك والله يا سيدي الخلية بيبقى فيها حاجة كده رقم 4 حاجة اسمها الفيسيولوجي او هندرس علم في النبات اسمه علم الفيسيولوجي يعني ماذا بقى علم الفيسيولوجي؟ يعني علم وظايف الاعضاء. يعني كل حاجة بتعمل حاجة كل حاجة بتعمل حاجة. يعني ايه؟ يعني مسلا احد اترس حاجة اسمها الانزيمات والانزيمات دي مش مش شابه الانزيمس يعني هي قريبة من الانزيمات ك kuatah الانسان بس فيها اختلاف ما بينيا هو والانزيمات الانسان. طب الانزيمات دي مسئولا عن ايه؟ بصي بي بني وبينها كده هقوللك ايه؟ هقولك الانزيمات دي بدونها ان بنا ما يبقاش حي، الانزيمات دي مسؤولة عن كل حاجة. بما فيها مسؤولة عن الفوتوسينفوتو. يعني ايه بقى الفوتوسينفوتو? يعني ضوء. تخليق او تصنيع. فهو ده البناء الضوئي. النبات بيأكل منه. فهل النبات بيعمل بناء ضوئي بس؟ كلمة مغلوطة كده في الدناغنة. يقول لك النبات ما بيتنفس. لا يا باشا. النبات بيتنفس. يبقى بيعمل واللي مسؤولة عن دوت. مين برضو الانزيمات? يبقى هندرس الانزيمات. هندرس البناء الضوئي. هندرس التلفز. بتاع النبات كمان. طيب. ما الانزيمات دي برضو مسؤولة عن عمليات ايه يا شباب؟ يعني كده نكتبتها اهو بانو المختلف. مسؤولة عن عمليات الميتابوليزم. يبقى هي مسؤولة عن عمليات الميتابوليزم. عمليات الтакد. الهدم والبنائة. طب معاملات الميتابوليزم دي بينتج عنها قلنا حاجة اسمها ميتابولايتس نواتج الميتابوليزم مواد كيميائية بتنتج عن العمليات دايت بتساعد النبات انه يأكل هو الواجبة المثالية بالنسبة للنبات او بالنسبة لاي حد في الدنيا بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن كاربوهايدريت وبروتين وليبيد هندرس حاجة اسمها البرائماري ميتابولايتس حاجات مهمة فاسميناها برايماري برايماري ميتابولايتس بالنسبة للنبات وفي حاجات هنسميها الساكندري ومش عايز اخد فيها دلوقتي هوار كبير في بعندي برايماري ميتابولايت وساكندري ميتابولايتس طيب الميتابوليزم دوت برضو الميتابوليزم قلنا برايماري وساكندري جاي من ايه؟ جاي من الانزايمز ولكن الانزايمز بردو كده اخيرا مسؤولة عن ايه? مسؤولة عن حاجة اسمها البروتين سينذز يعني تخليق البروتين بتاع السنوية عامة هنترسه كده ايه? باختصار في محاضرة واحدة. فتعالا كده هقسم لك المنهج بتاعنا ان شاء الله ان شاء الله يعني هيبقى متقسم ازاي? هتلاقي الانتروداكشن محاضرة واحدة محاضرتين الميتابوليك بلانت سيل محاضرة واحدة الفيسيولوجي الانزايمز محاضرة واحدة كل واحدة فيهم برضو محاضرة محاضرة الميتابولايتس هيبقوا في محاضرة واحدة والسكندري هيبقوا في محاضرتين فلو تيجي تجمع كده واحد واثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر تحت ليك في الاخر كده منهج المنهج بيتقسم على كده محاضرة حداشر طيب تقول لي ده كده بالنسبة لللكتشورز القول لك تقريبا بيقوا في حدود تمان ساكاشن تمان ساكاشن سواء كنت او جنرل انتم في الاخر في التوتل كده بتاخدوا نفس العمل بس ساعات الكلانيكال بيبدأوا مثلا بسكشن مختلف عن سكشن بتاع جنرل فادة اند هتجدني اعمل لك حصة واحدة لو هما مدوناش امتحانات في النص في الاخر خالص بعد التمن ساكاشن هتجدني اعمل لك حصة واحدة حصة دي ساعتين فقط في السنتر ان شاء الله هتاخد فيها التمن ساكاشن متواصل وهل انت مطالب بكل كلمة بتتقال في الساكاشن بعد كده ان شاء الله هقول لك لا بعد كده ان شاء الله هقول لك في حاجات للفهم وما بتجيش في الامتحان انما فورناو انت كل حاجة بتتقال في الساكشن ممكن تتسأل عليها في الساكشن اللي بعدها او في نفس الساكشن انت بتسمع الساكشن على النت وبعدها بتروح الكلية تتسأل عليه فهتعمل ايه? هتجدني يبقى ان ينزل لك مؤقتا لحد الحصة بتاعت الفاينال ديت هتجدني يبقى ان ينزل لك شيتات في مكتبة كورساتك بعدها اذنك تروح تجيبها تقراها وحتلقي نفسك فاني موتابة معاي على جروب الواتساب هتجدني يباعت لك اولا ما ينزل لساكشن على الواتساب بشرح فيها بشرح فيها الساكشن اللي تشرح دوك اعني مثلا الساكشن الاولاني دلوقتي تشرح هتجدني يبقى ان يبقى ان يبقى ان يتجدني عليه وايه والتاني والتالت والرأ وهكذا كاملة طيب مبدئيا هل انا عايزة تحفظ اي حاجة من العصابورة دي والله انا كل حصة هتلاقي بشعلك تقسيمة المانية دي عشان ما تنسيش لحد ده ما تحفظه انا مش عايزة بتحفظ اي حاجة من العصابورة انا بس عايزة تعرف ايه ان النهاردة ان شاء الله اللي هنبدأ بيه هنبدأ بالانترودكشن و هنقلصها كلها كلها يعني ايه حصة كده ممكن تكون طولت معنا شوية عشان خاطر الانترودكشن ديت بس حتة حصة هتبقى لطيفة يعني مش هتبقى صعبة خالص 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 بعد ما تسمعها مني ان شاء الله ويغبك هتقراها بعد ما تخلص طيب طيب مبدئيا كده اعمل ما نمسح الحتة ديت اتمنى تكون خدتها سكرين شوت ولو خدتاش ارجع كده بالماوس بتاعك حتة بسيطة في الفيديو هتلاقيها تاني زغارتلك بعد اذنك بعد اذنك كده انا عايز منك حاجة بسيطة جدا 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 لازم تكون عارف ان الكورس دوت هيبقى متوفر اونلاين زي ما انا بشرح دلوقتي بس مش هيبقى اليوتيوب مش هيبقى اونلاين متوفر لكل الناس وفي كورس هيبقى في السنتر ان شاء الله فسواء انت عايز اونلاين ومش عايز تضيع وقتك وتنزل السنتر او سواء انت عايز السنتر عشان تقدر تتفعل معي وتسألني وتعيد وتزيد كل دوت ايه كل ده متوفر معاك هتعمل ايه؟ ياما هتكلمي علي رقمي اللي حسبولك في الديسكريبشن او هتكلم برضو سكرتاري علي رقمي اللي حسبولك في الديسكريبشن هااا نبدأ بقى النهاردة ان شاء الله ونبدأ مع قسم الفارما كوغنوذي الفارما كوغنوذي يمكن ان اتفاعل ان احنا عندنا قسم الفارما كوغنوذي ان يما مدتنا اصلا اسمها الميديسنال بلانت تمام؟ قسم بالفارماكوغنوزي بشكل عالي كلمةElFARMACOGENOSY او قسم الOQQ.... قسم العقاقير الطبية النباتية قسم العقاقير الطبية النباتية کاسم للپارماكوغنوزي لبوزئيل كلمة اسمها ..فارما كوني وكلمة تانية الجنازية تلقى جيج نوسكو يبقى فارماكون وجيج نوسكو او جيج نوزس حتى تعالى كده نقسمها ونفهمها مع بعض فارماكون يعني دراج تعالى كده نشير الهنا ده فارماكون يعني دراج يا شابق وجيج نوسكو يعني نولدج فتعالى كده نجمعهم مع بعض العلم الأدوية العلم الأدوية فارماكولوجي اللي هو علم الأدوية الكاملية وخالص ده اللي احنا دلاقيها في الصيد علم الأدوية اللى ايه ما بيقولكش ما بيقولكش انا بيقولك انا عطارة لا نحن هنا بندرس أدوية بس ليها لها دراسات اتعاملت وتأكدنا من الدراسات ديت ان فعلا هي فعالة انما عطرين دول هم بتوع حط شوية من كزا على شوية من كزا واسبها على الله يعني ونجرب فيه لا احنا هنا مجربين واتجينا بعد ما جربنا وكل حاجة جربناها ومنمعلمينك الكلام دوتا يبقى انا هنا حدرس الادوية الدروجز الى ناتشول الارجن يعني اصل طبيعي وليس اصل نباتي فقط طيب حتي بقولك علم دراسة يعني ايه كلمة كروت بقى يعني كما وجدتها في الطبيعة يعني ايه يعني لا حولتها التابلت قرس ولا الكابسول ولا عملت بها شاي ولا عملت بها اي حق ولا غيرت في شكلها يا دوبك خدت النبتة خدت ورقة الجوافة وجففتها وطحنتها فعملتها فاودر بس او حتى خدت ورقة الجوافة زي ما هي يعني مفيش اي حاجة في اي اتغيرت عن شكله في الطبيعة بس لان كلمة دي تشمل ممكن تشمل مثلا ممكن تشمل مثلا ممكن تشمل مثلا المنرالز طيب ما تيجي تفاهمني ايه اللي انت بتقوله دوت اقول لك واحدة واحدة مثال عليها مثلا هيجي اقول لك عمرك شربت عصير فراغلة عمرك غسلت سنانك بمعجون سيجنل او الاحمر دوت عمرك سألت نفسك ايه الخطوط الحمرة اللي على السيجنل او ايه الخطوط الحمرة اللي على اللون الاحمر بتاع كلوسا ايه اللون الاحمر بتاع عصير الفراغلة تقول ايه ما الفراغلة اصلا لونها احمر ولكن لما انت لعصرت الفراغلة هتلاقي يعني مش لازم بلونها احمر اوي كده الاحمر الفائع دوت بيجي من حاوان ومش حاوان يعني مش عايزة بتقرف بصوعة برع من حشرة الحشرة دي اسمها الكوشينيل والكوشينيل دي بتبقى لونه احمر 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 اوي بناخد الحشرة نجففها نموتها الاول طبعا وبعدها نضحنها ناخد منها اللون الاحمر ده نحطه في الاكل بتاع اسياتك هل الحشرة دي معفنا طبعا لا وقالتش ال او فود اندراج ادبنستراشن الي هي وزارة او منظمة الغذاء والدواء العالمية لم تكنتش واقف ايه فطبعا الكوشينيل دي من اصل ايه يا جماع من الاصل نباتي طب قللي ديني مسان تانى قلك التور هل احنا بناخده التور كله على بعض ولا بناخدش السيديو التور كله ما بناخد منه ناخد منه الغدرقية اللي بيطلع التيروكسن والتي تري والتي فور والتنة طيب بقوم عامل ايه او ماخذ الغده الدرابيه او الثيرويد لاند بتاع التور ديت ومجففها وطحنها وعمل منها ادوية للنس اللي عندها هيبوثيروديزم هيبو يعني قليل ثيروديزم يعني ما بتطلعش كمية ثيرويد كبيرة فاندى هاي الثيرويد منبره عن طريق الحيوان اللي هو ايه الثيرويد منبره عن طريق الحيوان اللي هو ايه اللي ناخد منه ثيرويد لاند يبقى ايه ممكن اول حاجة في او نوع من الانيمال أورجن سواء خدت الانيمال كله على بعضه او خدت منه حتة شبه الطور كده ما خدت منه الثاروية طبعا تدي حاجة او بص بص ده ما هقول لك ده 99% من الأدوية اللي موجودة في الصيدلية are of plant origin سواء خدت الكله على بعضه كده خدت الكله ايه كله على بعضه واستخدمته كنبات او عملت له موديفكيشن تعديل الموديفكيشن دوت يعني يقم خدته كله على بعضه يقم خدت النبات دوت وعملت فيه موديفكيشن تعديل في النبات ده الموديفكيشن بتاع النبات ده ايه الهدف منه قالك الهدف منه حاجتين يقم بزود يقم بقلل يبقى يقم بزود حاجة يقم بقلل حاجة انا مسلا خدت النبات المعين اللي اسمه النعناع النعناع دوت تقول لك والله بنستخدمه عشان خاطر وجع المعدة الناس اللي عندها قولون العصبي قولون مشربوا شوية نعناع يهدي ديلا كده شوية يقول어�يا طب ما النعناع أصلا حراء النعناع حراء قالك طب ما تيجي نغلي في النعناع دوت بحاجة ما تخليوش يفتح في المعدة فما يحس الإنسان دا ما يحسش بايه بالوجع متع الحرقان بتاع حرقان النعناع او زيت النعناع دا نخليه يفتح في القولون انه هو عنده القولون العصبي فنودي النعناع على المكان على طول من غير ما يعمل الاعراض الجانبية الكتيرة داه ييبقى اول حاجة انا زودت لافكت بتاعه لكي لا تفتح في المكان الذي يقوم بحرقان هذا سيكون على جنب عارفها مثلا لو تصنعوا عن الحلبة لماذا الستات أولا ما بيولدوا خلاص بما ولدوا ودلوقتي عايزين يردعوا لماذا يقولون لكم مغات في السبوع لان الكل بساطة المغات هي عبر عن الحلبة والحلبة تساعد على ان اللبن يدر يقول لك على الحلبة دي مدر للبن مش مدر مدر يعني ينزل اللبن كتير طب ايه الفكرة قال لك بكل بساطة المغات عبارة عن حلبة والستات دي عايزة ايه عايزة البيب يردع فانا عايز حاجة تبقى مدر للبن حضرتك لما تروح اي سبوع ما تشربش حلبة ما تشربش مغات ملوش لازمة حضرتك كذكر متكامل الذكورة مش فالله على حضرتك ليه طبق تشرب مغات وتاكل كعادي ولهم عايز حاجة بسيئة بسكوت حتى طيب يبقى احنا اغلب الادوية على فكرة الحلبة دي موجودة في الصيدلية عندنا في دوا اسمه هيربانا هتلاقيه في دوا اسمه بريستو كان فيه كده حتى بوسط مشهور عن توفي واحد فضل يأكل توفي 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 في الاخر لا اسمه بريستو بريستو دوا تلوها جاء من كلمة بريستو لان مليان في نوكريكو اللي هي الحلبة ومعها حاجات تانية معها شامر وينسون وحاجات كده مدر للبن نعم ان اغلب الادوية اللي حندرسها في المنهج كل الادوية اللي حندرسها في المنهج هي عبار عن كرو دراجز او بلانت اوريجن حاجات لها اكتف كونستيطونت اهو عكدت كده كلمة اكتف كونستيطونت اكتف كونستيطونت بس ايه من اصل نباتي من اصل نباتي او من اصل منيرال يعني ايه بقى كلمة منيرال ديت منيرال دي يعني مثلا حاجة للاقيها في الارض زي ايه مثلا معادن زي مثلا الكالسيا هو الستات لما بتجبر لما بيجبروا في السن ايه اللي بيحصل قال لك بجل بصلا تلاقي الستة ايه دهراء قتب كده واسرت ايه اسرت دي يعني شلنا اتنين سنتي من من رجليها مثلا في اتنين سنتي طهاروا كده لا حبيب قلبي اللي حصل ايه اللي حصل ان هي اصلا عضمها عضمها كان واقف على حيله ماسك نفسه كده وماسك عليه المسلز طول فترة حياتها ليه عشان خاطر الستة في الفترة دي بيبقى عندها السترشون والبروجستيرون او الهرمون الانثوية بتاعتها في اللافل الطبيعي التاعها فالهرمون دي من رحمة ربنا طبعا الهرمون دي هي سبب ان مثلا ماما تنزل الصبح تروح الشغل وبعدها ترجع تعمل لنا الاكل وتغسل البيت وتنظفه وفي امهات كمان لسه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديهم الصحة بينزلوا بالليل كمان شغلة تاني وهكذا مين اللي بيديهم البروجستيرون البروجستيرون الهرمونات الانثوية بتاعتها طب فترة انقطاع الطمس المينوبوز ما بعد انقطاع الطمس مفيش بقى لا استرشون البروجستيرون بكميات الطبيعية دي فتلاقي كميات قلت فتلاقي العظم وزنه او الكثافة بتاعته قلت فتلاقي العضلات متأقلة على العظم فتلاقي الستة دي عامنا كده والأسرة دوت نتيجة ايه؟ اولا نتيجة ان هي موطية كده ثانيا ان العظم بتاعها ضعف العظم بتاعها ضعف فانا عشان احمي من الموضوع ده كله اعمل ايه؟ اديها كالسيوم كالسيوم وشربها لبن وتعمل حركة تعمل رياضة طول فترة حياتها مش بس بعد انقطاع الطمس طب ده هيكيت في ايه؟ قالك بكل بساطة حيمنع حاجة اسمها الاستيوبروزيس ويوصل الستة ديت يقولك ان لو مثلا جبتنا كده قادي فترة بداية حياتها ثم في فترة ما وبعدها هيوصل للآخر ده العمر ودوت البون دانستي كلاما انا بقوله دوت تأس ايه؟ دوت ايه؟ العمر تلاقي الستة وهي صغيرة البون دانستي بتاعها ضعيف لحد ما توصل مثلا قول لي سن يا سيدي الثلاثين او خلينا السبعة وعشرين ولا حاجة الخمسة وعشرين ايه ان كان في الحتة دي كده ده كده الوزن بتاع البونز بتاعتها العظم بتاعها وصل لأقصى حاجة واقصى طول بعد ما بتكفر الاستروجين والبروستيروم بيقله فتلاقي التقل بتاع العظم بتاعها قل بدأ ينزل تاني طبعا عشان افضل اخلي الحتة ديت عشان اخلي الحتة ديت تفضل اطول فترة ممكنة اللي هي البيك بون ماس ديت عشان خليها فترة طويلة كده ايه تفضل قاعدة فترة طويلة من العمر ايه اللي يحصل اديها كالسيام سبليمينتس وهخليها تلعب ريوضة وهكذا عشان تبقى العظم بتاعها قوي طيب الكالسيام سبليمينتس دي بقى ارجع اقول لك The are drugs of natural or mineral natural origin يعني ايه بقى mineral لان انا بجيب صدف الصدف من على البحر والصدف ده بقون طحنه الصدف ده مليان كالسيام هطحنه هيبقى بودر وعليها اجيب مكانة تكبس البودر ده في هيئة tablet يقول لك تعمل calcium supplement مر بالنسبة لي وتلاقي حتى لونه مش ابيض بس ابيض ورصاصي اغلب ال tablet اللي فيها كالسيام بيبقى ابيض ورصاصي ليه؟ لانه جاي من mineral origin اللي هو ايه؟ الصدف والمحار اللي بلاقيه على البحر يبقى انا كده اخد شوية امثلة على كلمة pharmacognosy هو pharmacognosy it is the knowledge of drug بس هالي drug اللي انا باخده بس في البيت كتابلة لا انا باخده امتى او بدرسه امتى كرجل pharmacognosy بدرسه وهو لسه في البداية وهو لسه crude drug والcrude drug دوت لازم يكون of natural origin سواء ال natural origin ده كان انيمال واخدنا مثلا مثلا الطور والكوشينيني اللي هي الحشر اللونه احمر وقدتت مثال الحلبة وقدتت مثال ايه تاني انه المهم ادينا امثلة كتيرة اوي وهناخد امثلة كتيرة واخر حاجة الكالسيوم او المنرال origin اللي هو اديتك مثال عليه اللي هو الصدف اللي بيطلع منه الكالسيوم يبقى انا جدا خدت ايه خدت كلمة pharmacognosy وعرفتها بالتفصيل طيب هل انت لما تيجي تذاكر هتذاكر بكل الكلام اللي انا قلته ده لا انا بس بفتح افاق ذهنك انما انت كل اللي مطلوب منه انك تبقى فاهم الكلام ده مش حافظ كمان والله ما هتحفظ حاجة انت فاهم الكلام لان انا بتحالاتنا هتبقى اغلبها mcq يعني ايه كلمة mcq multiple choice question mcq يعني multiple choice question اختيارات متعددة يعني في الاخر اختر وتختار ادق ايجابة هتلاقي مثلا يديك a b هيبقى اغلب الاجابات a b c d وانت هتختار مثلا ايه يجي يقولك فارماكوجنوزي فارماكون يعني a drug c d natural origin فانت هتختار ايه فارماكون يعني خلاص خلاص انت مش طاق تحفظ انت هتبقى فاهم بس كل حاجة كده احنا خلصنا ايه احب ايه اتوسع كده ومش كل حاجة انا اتوسع فيها بس كبداية احنا لازم نجا متخيلين منهجنا بيبقى ازاي طيب يقولك بقى والله يا زيدي ان الناتر الطبيعة تشتغل دائما كده في كل بيت تلاقي في درج او حتى كذا درج فوق بعض ماما وبابا عاملينهم كخزينة دواء او لما بنتعب بنروح لها بابا عنده صداع هاتلي ابني من من كابينة الادوية دواء مسكن اسبرين ماما عنده شوت مرس ومعدتها هاتلي ابني من من كابينة الدواء دواء للتقلصات بتاعت المعدة وبيهدي المعدة شوية وساعد على الهضم وهكذا فيقولك الطبيعة بقى بتشتغل ككابينة ادوية ازاي قلتلك ان تقريبا تسعة وتسعين في المية من الادوية اللي موجودة في الصيدلية جاء من اصل نباتي نباتي احنا كل ما بنتزنق زي مثلا فترة ايه؟ فترة الكورونا اللي احنا فيها دات او بداش فترة الكورونا اديك حاجة مش عارف انت كنت توعوا عليها ولا لا فترة انفرونزا الطيور الاسوين فلو والفلوانزا الخنزير الفلوانزا الطيور وانفرونزا الخنزير كان علاجهم ايه؟ كان علاجهم من دواء اسمه التامي فلو طب التامي فلو ده جبنا من ايه؟ فترة انا ندور يمين شمال يمين شمال لحد ده بما قالك طب احنا نروح للنيتشر نروح لكابينة الادوية في النيتشر جابوا حاجة اسمها الستار انايس الينسون النجمي ليبقى مش شكله ينسون عادي بس ليبقى عبارة عن نجمة كده المهم ما هنبقى ندور سنة تانية ان شاء الله الينسون النجمي ده خدنا منه مادة المادة دي بعد كده حولناها المادة تانية اسمها الوسيل تاميفير والوسيل تاميفير ده خدناها وحطناها في التامي فلو وعالجنا بها اللي ايه الفلوانزا السوانفلو من 2009 الى 2012 في الحقبة الزمانية فعالجنا مرض قوي جدا زي الفلوانزا الخنازير بحاجة جاية منين؟ جاية من الينسون النجمي من الينسون نوع من الينسون يعني حاجة ناتشرال فروحنا فين؟ رحنا النيتشر فالنيتشر دايما دايما بتطلع برودكتس البرودكتس بتساعدني على علاج الامراض يبقى النيتشر بتطلع لي برودكت والبرودكت دا بيساعدني على النيتشر اللي هي مثلا زي ما دينا مش حفظه طبعا الستار انايس اداني برودكت اسمه الشيكيميك أسد مش مهم اسمه ايه؟ الشيكيميك أسد دا حولناها حاجتان اسمها الأوسيل تاميفير كده هي جاية من كلمة فيروس والالفانزا تيورالفانزا كان فيروس والثالثة ميفيرد الفيرد دا ساعدني على ان انا عالج مرض اللي هو ايه؟ السواين الفانزا الخنزيرة او الفانزا ايه؟ الطيور بعد كده تمام؟ يبقى هو النيتشر طلعت لي برودكت ساعدني على عالج ايه؟ المرض معه طيب يبقى دوت بيستابلش بيطلع الريليشن دي مقدرش ايه؟ مقدرش افرقهم يقولك يامك ما فيش حاجة تفرقنا عن بعض يا ايه؟ يا عمري مين الريليشن دي لما بين الاتنين الريليشن دي؟ قالك ما بين الهيومن والنيتشر لان طول الوقت الهيومن حيمرض وطول الوقت النيتشر هتطلع لعلاج فدايما ببقى فيه منهم ايه دي معه؟ فيه منهم الريليشن خوية جدا الريليشن الريليشن طيب هل النيتشر دي؟ احنا بقى كالفارماكوجنوزيست يعني كعالم النباتات طبية نباتات هدرس النيتشر كلها؟ ولا هدرس البلانتس؟ هدرس البلانتس؟ طب في الاول خالص لقيتني قلتنا من هم ندرس اي بلانت ولا النباتات البلانتس اللي ليها تأثير ميديسنال تأثير طبي يبقى النباتات اللي ليها ميديسنال اكشل عشان كده ما قدتنا اسمها الميديسنال بلانتس ماقولش بلانتس بس لا اقول ميديسنال بلانتس اي نبات من دول هو نبات بيساعد على حاجة من تلاتة يئما اول حاجة يقي من مرض يئما بيقي من المرض زي مثلا في فترة الكورونا الامثال يا جماعة مش حفظ اي مثال انا بزوده عن الورق مش حفظ بس للتوعية بس مش اكتر مثلا على حاجة بتعمل حاجة شباية الاخنيسي الاخنيسي لو شفته مثلا كان فيه دوة كده في ناس اخدته اسمه الاميولنت ده بيعلي المناعة فيمنع الامراض انها تيجي بيبريفنت الامراض انها تيجي الاميولنت دوت كان فيه ايه كان فيه نبتة اسمها الاخنيسي هتتلاقي الاميولنت مكتوب عليك ده بالكوسين اخنيسي اكستراكت مستخلص الاخنيسي او الاي كاينيسي فيعمل ايه رقم واحد بيبريفنت فعشان كده صنفنا الاخنيسي او الاي كاينيسي بتعمل ايه اول حاجة تعمل بريفنت تاني حاجة ممكن تعمل كيور تعالج تعالج يعني ايه كيور يعني انا عندي مرض معين المرض ده عالكته عن طريق ايه؟ عن طريق نبات معين زي مثلا ايه؟ ندي مثلا مثال او مثال قريم ليكو بيكيوردس زي مثلا حاجة اسمها او مرض كده اسمه الامينورية او الديزمينورية انقطاع او تقطع الطمس الطمس ده اللي هو ايه؟ اللي هو نزول البيليود او لما تيجي يحصل توقف في البيليود يقول لك شرابي منقوع سينيمون ارفة فمسلا عندنا الارفة اللي هي ايه؟ السينيمون فده عمل كيور لمرض معين او مثلا كمثال تاني ايه مثلا النعناع المنتة المنتة بتعمل ايه؟ بتكيور بتعالج انه مرض يقول لك ايش ربنا ان اعلم ما يبقى عندك مغس فالمين بيقلل المغس ده؟ المنتة او اول حاجة انه هو يمنع يقلي تاني حاجة انه هو يعالج طب اخر حاجة ممكن المنتة البلاد ده يعملها ايه؟ انه يقلل الاعراض زي مثلا يعني يعمل ايه؟ يعمل بيعمل لسن 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 دي كان كلمة لس يعني يقلل بيقلل الاعراض بتاعت ايه؟ مرض معين بتاعت الدزيز اديني مثال مثلا اقول لك والله في مثال مثلا ايه؟ شابه الاسبرين 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 دوت اصلا تقول لي تما الاسبرين ده بدوت ده مش نباية تقول لك ما هو الاسبرين ده بعد كده هندرس انه يتاخد من النبتة اسمها ايه؟ اسمها الولو شجرة السفصاف فبتقلل السمتومز اعراض الصداع بتقلل اعراض الصداع فيبقى كده النبات ممكن يعمل حالة من ثلاثة يعمل بيكيور يعمل بيقلل السمتومز بتاعت مرض معين طيب فيبقى كده النبات الطبيعي الناتشرال بلان والفر ما سيوتيكال دراج الدواء المصنع اللي هو التابلت مثلا او الشرب السيرب او لبوسة او اي حاجة كل دول الاتنين دول كده الاتنين دول ما بينهم وما بين بعض فيه اضاقة علاقة انهم الاتنين زى بعض في اي بقى؟ قالك انهم بيعملوا حاجة من او بيعملوا الحاجتين دول ان ليهم تأثير فعال لازم عشان اقول ان البلانت دوت ميديسينال بلانت ناتشرال ميديسينال بلانت عشان اقول عالنبادة ان هو نباد طبي لازم يبقى شبه الفرماسيوتكال دراج او الدواء المصنع في حاجات زى ايه مثلا؟ زى مثلا ان هو بيعمل ثيرابيوديك افكت يعني يعمل تأثير علاجي على الجسم مثل ما قلنا النقناعة النقناعة دوت يقلل حاجة اسمها القولون العصبي فلما يعالج القولون العصبي يبقى كده هو لي تأثير فعال في جسمي بيعمل ثرافيتك إفه وتالي حاجة ان يبقى ليه بنيفشيل فارماكولوجيكال افكت يعني ايه بنيفشيل فارماكولوجيكال افكت بنيفشيل يعني مفيد كده فارماكولوجيكال يعني ليه علاجه بالفارماكولوجي علاجي اف اكشن يعني ليه تأثير علاجي او تأثير فارماكولوجي بيغير في المشكلة اللي في جسمي فيعالجني فالاول لو لقيت عند حضرتك لو لقيت افكتلول بيغير في جسمي ويخليني اتحسن ويعالجني من مرض معين لازم يبقى التأثير بتاعه ده شبه ايه شبه الفارماكولوجيكال دراج مثلا زي نعناع النعناع هي طبيعية مين شابه النعنع لازم ان اتنين يقاليهم نفسه عشان هو اللي مدسنا بلانت ده نبطل بفعل. يبقى من الاخر لازم اللي يبقى شبه الفارماسيوديكا الدراج المصنع. الاتنين لهم سيميلر في التأثير العلاجي والبريفيش الفارماكولوجيكا الافكت. التأثير برضو ايه? العلاجي بس يكون كويس. ما يعمليش ضرر. كده احنا خلصنا كلامنا العام عن مدسنا بلانت. اجي اسألك سؤال دايما بحب اسأله كده لكل الطلاق. هل العلم بيطلع في يوم وليلة؟ قلت لك لا والله. مفيش علم بيطلع ابدا في يوم وليلة. يبقى كل العلوم لازم يبقى ليها تاريخ جاي منه. طبعا عشان احنا في مصر دايما يحبوا يفخموا من القدماء المصريين. بيقولك ان من اوائل الناس الهيستوري بتاعهم بيقول لهم ان والله احلستخدمنا نباتوات التطبيه هم انشنت ايجيبشنز المصريين القدماء. انشانت ايجيبشنز اعرفنا من هم كانوا مهتمين بالعلاج بالاعشاب او الـ قالك لقينا حاجة كده اسمها ابيرس باباييرس. ايه ابيرس باباييرس دي باباييرس دي لول بردي دي دي تتقوير عن حاجة اسمها انسائكليوبيديا. يعني ما هي كلمة انسائكليوبيديا؟ يعني موسوعة. موسوعة. وسوعة فيها كل النباتات الطبية اللي القدماء المصريين يستخدموها كان طلها تقريبا 20 متر يعني تقريبا جدا حوالي 3 أو 3 دوار من عمارة 3 دوار ونصف ناسا 20 متر وطلها العبارة عن كم ورقة وراء بعض تقريبا عبارة عن 110 ورقة لقناها ملفوفة ملفوفة جدا رول ما بين رجلين مومية في الأقصر ما بين رجلين مومية في الأقصر جينا فتحناها لقينا والله مكتوب جواها البلانت المعين ده بيعالج المرض المعين ده البلانت ده يعالج ده البلانت ده يعالج ده صفحات كده وراء بعض مرصوصة من البرد دي تقريبا حوالي 3 أو 4 دوار من عمارة 3 أو 4 دوار من عمارة مليانين نباتات دي لقيناها فين؟ في أبرس بابايروس هلا حضرتك مطالب انك تقعد تحفظ ان هي 20 متر و 110 ورقة و انها من رجلين في المومية لا مفيش كلام ده مش هتسألك عليها انها ميح تسألك true or false مثلا للدكتورة ancient Egyptians were known كانوا معروفين ان هما بيستخدموا انها ميح تسألك لأننا نجد ابرس بابايروس صح او غلط عشان لقينا ابرس بابايروس true او MCQ اي ان كان انها ميح تحفظ كل ده افهموا فقط الفهم سيسهل عليك كتير اوي ثاني حاجة ancient India ثاني ناس كانوا بيستخدموا النباتات التربية الهنود طبعا معروف من زمان ان الهنود يحبوا اوي النباتات التربية كانوا يحبوا حاجة اسمها الايورفيدا ايه الايورفيدا ديت اقول لك والله هنود في ناس منهم مخادتش في حياتها ادوية تقول لي ايه ده يعني لما بيمرضوا جسمهم هو اللي بيعالج نفسه اقول لك لا هما بياخدوا ادوية بس ادوية medicinal او هيربل فقط هيربل ريميدي يعني مياخدش لما يجيلوا دور بارد مثلا مياخدش اوجمانتين مضاء الدحاوي ياخد حاجة تعلي المناعة مثل الاخنيسي والمناعة هي اللي تقتل البكتيريا فما بياخدوش وثاني حاجة يعتمدوا عليها قوي 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 هي ايه؟ التأمل يعني هما ايورفيدا دي عبارة عن ايه؟ ايورفيدا دي عبارة عن دواء كان عايشوا مين؟ كان عايشوا الهنود الخدمات في الهن الهنود دول كانوا يقول لك انا مش اخد دواء وما اخد ايه؟ اخد دواء اجبي وتأمل تانية حاجة ثانية حاجة الانشنت شينيز الصينيين القدماء الانشنت جريس الاغريق القدماء الانشنت روم الرومانيين القدماء هناخد كده كان مثال يعني مثلا على الصين كان فيه راجل كده اسمه صانسي مياو صانسي مياو صانسي مياو كان طبيب بيجيله الرحالة من جميع انحاء العالم ليه؟ عشان هو اللي حيش فيهم كانوا بيسموه اللورد او الكنج او الكنج الاعشاب محمد رمضان بتاع الاعشاب لورد او الكنج صانسي مياو صانسي مياو كان موجود فيه كمثال على الناس اللي كان بتعالج بتعالج بالايه؟ مش بالرميديز بك بالرميديز وكتب كتب سابها للمتدربين بتوقعه كتب كتيره زي انسايكلوبيديا كتب كتير عن العلاج بالاعشاب كلها عبارة عن ايه؟ كلها عبارة عن ان النبات المعين ده بيعالج المرض ده النبات المعين بيعالج المرض ولو تاخد بالك احنا لغاية دلوقتي مفيش اي حد جاب سيرة ايه؟ جاب سيرة الاكتف محدش جاب سيرتها لغاية دلوقتي كل دول شغالين بالبركة بالحب وما مش عارفين ايه المادة الفعالة اللي بتعمل كده انما هم عارفين ان النبات المعين ده لو اشتغل على المرض المعين ده هيخففه ابكمل مع ايه؟ بعد صانسي مياو جاء واحد والله اسمه دي سورايدس دوت كانوا مسمينه ايه؟ كانوا مسمينه الفاذر الفارمسي ابو الصيدالة الابو اللي جابوها ده اخر السنين كلها ان شاء الله تبقى حلوة عليكم يبقى دي سورايدس ده كان عمد دي سورايدس ده وتكماله كان في الرومانيان اه 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 ارمي يعني كان الراجل بيحب الاعشاب بس في نفس الوقت كان محارب في الجيش الروماني كان رومانيان سولجر موجود في الرومان ارمي كانوا الرومان دول بيحبوا الرومان دول بيحبوا يفتحوا مناطق فكل حتة يروحوا الهند يروحوا مصر يروحوا مش عارف شبق الجزيرة كل ما يروح حتة معينة يكتشف ان عندهم طب بالاعشاب مختلف فيماسك ورا وقلم وكاتب عندهم كذا يعمل كذا لحد اما في الاخر كتب كتاب كبير اوي اسمه الماتيريا ميديكا الماتيريا ميديكا ده برضو كان فيه البلانت والديزيز اللي بيعالجه البلانت والديزيز اللي بيعالجه واضاف عليه حاجات كده بيني وبيلك ما الدكتور ما بيقولهاش اضاف عليه تاتش كده اللي هو يعني مثلا يقولك ايه البلانت المعين ده هعمله في صورة حاجة مطحونة يعني دوز كده الفورم بتاعته وشكله عشان عالج كذا النبات المعين ده هغليه النبات المعين ده هنقعه في مية بردة النبات المعين ده هنقعه في مية سخنة ده حاجة اسمها اضافها عم امين عمك دي سورايدس ففي الاخر كده بعد ما مات سموه ايه سموه العشاب الماستر الماستر جيربلست اكبر عشاب في الفترة ده هو كان مين كان عمك دي سورايدس لحد لما وصلت لحد طبعا العرب العرب اللي هو ابن سينة وابن البيطار وداود الانطاقي دول علماء عرب مش بس تكلموا في الطب دول اتكلموا في الفيزياء وكل العروم يعتبر فعنك ابن سينة وابن البيطار وداود الانطاقي عملوا كتب برده بس الكتب دي برده لا ترتقي لكلمة اكتف كونستيت هي مجرد حاجة اسمها طب شعبي الطب الطب الشعبي اللي هو ايه؟ الفولك ميدسين او الفولكلور ميدسين وعملوها كتب سموها بقى ساميهم بس هي في الاول وفي الاخر هي ايه؟ هي كتب الطب الشعبي يعني ما قالش ان النبات دوت في مادة فعالة معينة والمادة الفعالة معينة دي هي اللي عملت التأثير لا، هو قال لك ان النبتة ديت تعالج المرض دوت بالغير ما يقول لك الاكتف كونستيت فعشان كده سميناها طب شعبي فالاو تيجي تبص كده هتلاقي صنسي مياه مياه وكده شبه القطة فانت هتقوم جنبه كده هتقوم رسم لي قطة والقطة دي حطة كده ايه؟ قليش كده؟ ما قال لسه علي على رسمي عشان ايه؟ انا بحفظك بس حطة تاج فوق راسها ليه حطة تاج فوق راسها؟ ان هو كينج او لورد فما تنساش ابدا ان صنسي مياه كان لورد او كينج او فهربر رامي دي قطة مياه انا مش محتاجها اقلش يعني دي سورايدز دي سورايدز ده اللي هو ايه؟ شبه داد من قب كده ومن كلمة داد دي تعرف تتكر ان هو ايه؟ ان هو الفاذر والفاذر دوت دايما بابا ايه؟ محارب كده محارب عشان يعيشنا في احسن حيشة فيبقى فاذر او فارماسي ده كان رومان سولجر محارب بس بابا دوت دايما الاول ما يرجع البيت يقابل مينك؟ يقابل ماما 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 بس مهما كان بابا محارب برا البيت بيجي البيت مين الماستر في البيت؟ ماما برضو يبقى الماستر هيربلس عمل ماتيريا ميديكا ماما ماتيريا احفظه زي المتحفظه بس عشان لو جاي لديك اختيارات سان سينياو او صح وغلط سان سينياو وزارو من سولجر صح او غلط؟ غلط طبعا سؤاله عبيد بس مهد ممكن يضايع دراج الاخر حاجة بقى ابن سيلا وابن البيتار وداود الانطقي الفولك او ممكن الدكتور يكتبلك فولكلور فانت عادي طبعا كلمة فولكلور يعني حاجة شعبية فالفولكلور مادسين بوكس او كتب الطب مادسين الشعبي فولكلور وهو الهيستوري دوت بعد كده بقى فيه مودرن ساينس يعني طب او علم جديد مودرن ساينس المودرن ساينس ده مثلا شبه ايه؟ شبه لسه اين والله من شوية شبه الفايتو كامستري الفايتو كامستري فايتو كامستري كاميا النباتات بدأنا نطلع من النباتات دي المواد الفعالة اولا ما ظهر علم الفايتو كامستري وعلوم تانية شبه المايكرو بيولوجي طب الاول علم الاحياء الدقيقة اللي بيشوفها تحت المايكروسكوب المايكرو بيولوجي الفارمكولوجي علوم كتيرة قوي تلعت بس اهمها بالنسبة للنبات كان الفايتو كامستري كيميا النباتات وكيميا النباتات دي اضافت لي ان انا لما عرفت الكيميا تحت النباتات عرفت حاجة اسمها الاكتف كونستيتون وطالما عرفت الاكتف كونستيتون هستخدمها ليوز مناسب وطالما عرفت اليوز المناسب مش هستخدمها عشان هبطلع لي سايد افاكت مثلا معين او هيوقفيه كونترا انديكاشن موانع استعمال معينة فاضافت للعلم كتير علم الفايتو كيمستري ده اضاف للعلم كتير او علم النباتات كتير فهنا هنقوم وعملين ايه دلوقتي هنمسح الحتة ديت ونتكلم على امثلة على المدرن ساينس هنتكلم على ايه على امثلة يعني ستة امثلة كده هناخدهم في الحتة دي ارجوك بعد ما خلص كل صبورة تخدها بعد اذنك سكرينشوت كأنك ايه جدامي في الحصة وتصورها خدها بس سكرينشوت وعلى فاكرة والله يتقطر تذكر منها دايركين تمام؟ فانا هنمسح دلوقتي الجزء دوت وحكتب امثلة على المدرن ساينس فضلوا اخدوا اسفلينشوت نبدأ بقى شبابه وناخد شوية امثلة على من التاريخ باسم التاريخ الحديث شوية لاني ساعتها كان العلم تطور شوية يعني مثلا هناخد امثلة زي مثال الاسبرين ده ايه ده نبات اصلا والاكما نساعد لك من شوية الاسبرين اصلا بتاخد من نبات اسمه الويلو بارك يعني لوحاء القشرة اللوحاء بتاع الويلو بتاع الويلو نبات الويلو اللي هو ايه اللي هوصف صوف فتعال بس كده ايه هناخد كم ايجزامبل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة استة اصلا اصلا هدور كل واحد فيهم هناخد له اسم النبات اللي متاخد منه والاستخدام هنكتب اسم النبات بالاحمر فركز معي هناخد الاحمر في جيبي اسم النبات بتاع مثلا الاسبرين اسمه الويلو بارك لو عايزت تعرف اسمه بالعارضي اسمه لحاء شجرة السف صوف اللوحاء الشجرة ده زمان قوي زمان قبل حتى ما العلم ان ما يتطور كانوا بياخدوه ايه يقشروه بالسكينة كده يجبوا الشجرة يقشروها بالسكينة والقشرة اللي بتنزل من اللوحاء ده يحطوه بقومت يعصروها ويبلعوا المية بتاعتها ويتف القشرة تاني المية بتاعتها دي بتبقى اللعاب امتص المادة الفعالة اللي فين ايه اللي في الويلو بارك طب ما هي المادة الفعالة بقى لك المادة الفعالة دي ما ارتنهاش لغير من قريب جدا من مية وخمسين سنة ولا من ميتين سنة حاجة ميتين سنة ده في العمر بتاع العلم قليل قوي ده قوي مبارح بالنسبة للعلم فلاقينا والله ان الويلو بارك او اللوحاء شجرة السفصاف ده لقينا ان فيه علماء طلعوا منه ايه طلعوا منه المادة دي ده مين ده اتحرك عليك وتقول لي بنزين اقول لك لا ده اسمه سايكلوركسان انما ده اسمه بنزين البنزين ده بيطلع منه كربونا ويتش ويطلع منه اكسوجينا جلوكوز طبعا مفيش اي استراكشرة عليك حفظ انما تكون يعلمة ان طلعنا من الاسبرين حاجة اسمها من الويل وبورك وضعنا حاجة اسمها السالي سين تقول لي ايه ده سالي سين ي emitل الاسبرين او تعالى مع مرور العلم شوية معنى معتطور العلم ومرور الوقت لقينا ان والله غير السالي سين فيه مادة غامية يBravo وانه فيه وهنا فيه وهنا فيه اه 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 سالي League اسد حمض السليسلك. وده اللي استخدمنا الفترة طويلة اللي كنا فاكرينه الفترة طويلة هو المسؤول الاساسي عن التأثير بتاع الاسبترين. وهو فعلا كان مسؤول على التأثير بتاع الاسبترين. انما مش هو المادة الفعالة. جينا برضو مع تطور العلم اللي كان دول ناتشورل. الاتنين دوله احنا واخدانهم من النبات. انما جينا مع تطور العلم وبالصدفة البحتة. ودايما هتلاقييني بقولك ان الصدفة الفرصة لا تأتي الا لمن يستحقها. يعني اللي تعب واشتغل هو ده اللي ربنا هيدده الفرصة. انما اللي قاعد في البيت نادر جدا لما يجيله فرصة. يقولك اسعى والفرصة هتجيلك. الاجتهادك يضعك امام الباب بتعميم بقى الاجتهادك باب الحظ. فالناس اللي محظوظة مش محظوظة لانها كده محظوظة ربنا رايزقها بحظ وخلاص وربنا رايزق جميع الناس بحظ انما اجتهادك يوصلك لباب الحظة اسرع. خليك عارف المعلومة دي. فالمهم مع اا اا تطور العلم وبالصدفة كان واحد اا 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 في شركة باير. تعال كده نكتب نوت. النوت هتبقى باللغضة ها? واحد شركة باير. بيلعب بالساليسيليك اسد. جاب شوية سوديم ساليسيليت. اهو. حط هنا سوديم سوديم ساليسيليت وحط عليهم حاجة اسمها. ايه نزرق. اا اا الأسيطايل العادي وقادي الأو هنا إيه اللي حيتبقى مجموعة الأستايل دي تقعد مع الأو دي تبقى اسمه أسيطايل سالي سيليك أسد ساحات بنكتبه كده أو ساحات بنكتبه E م ما بقى الفكرة فيه قللك والله يا سيدي بكل بساطة إحنا زمان كنا بنستعمل سالي سيليك أسد كمسك نمسك نمسكه بس مشكلته إن هو إيه الاسم كده أسد ونستخدمه كايه برضو هنكتب كده هو ليوز رقم واحد كلمة يعني مسكن للآلام جينا بعد فترة للناس بيجي لقرح في المعدة لنهو حمدي أسدك فلما اكتشفنا الأسيطايد سليسيليك أسد ده أسد ده أستر أقل في الحموضة جينا بعد كده عملنا فورميليشن الأسيطايد سليسيليك أسد ده بقى في ايه؟ في صورة الأسبرين وعشان كده الأسبرين فضل لمدة مئة سنة الرائد الأول في عالم المسكينات إلي أن طلع بقى البروفين اللي هو الإبوبروفين والأركوكس الحاجات كتيرة بقى يعني مسكينات كتيرة قوي أخدت مكانه اللي عشان كده فيه مع بعض اكتشفنا اكتشاف تاني بقى للأسبرين عملنا بحاجة اسمها ريفايفينج قعدناه للحياة إني ليه تأثير رقم اثنين كده إنه هو أنتي كو آجيولانت يعني مضاد للتجلطات مضاد للتجلطات فالمضاد للتجلطات ده تلاقي مثلا إيه؟ جده وتيتا أو لما بيصحوا من النوم بياخدوا حباية أسبرين بروتكت أو أسبرين خمسة سمعين أو أسبوسيد أو أيا كان الدواء تركيز صغير من أسيتايل سليسيليك أسيد ليه؟ عشان يبقى كبريفنتيف لو تفتكر من فترة كنوا أعينين في فرق ما بين كيور وبريفنتيف وبيقلل السيمتوم ليس من السيمتوم ده بريفنتيف بيقي بيقي من الإيه؟ من الجلطات لأنه بيزود السيولة بيمنع التجلطات يبقى أول حاجة أنه هو أنالجيسيك الأسبرين ثاني حاجة أنه هو أنتي كو آجيولانت ثانية حاجة أنه هو مضاد للالتهاب أنتي إن فلا ماتوري يبقى عن الجلطات أنس خليجينج المفذتي مضاد للالتهابات جاي بشكل عامnnوالسيلي عندها سخونة عالية رقم 4 citing أنتبايي یيرراتيك فكلمة إن صغير على الإيها المفذن لأن العيزishaحفز أنتبايييراتيك ليس في حلال بايتس بایکس القليل ليت لم تخدش في الفرن عادي لأن كلمة بيرو باللاتيني يعني حرارة فأنتيبايريتك أنتي يعني مضاد مضاد ل حول ايهة variability رابع personality يبقى تاني حاجة البريسيلين الابنسيلين ده اخدنا من حاجه اسمها penicillium notatum الاسم حلو والاسم حفز penicillium notatum ده عبره عن فانجس في الطرياط الابنسيلium notatum دوت كان في عائل كده حنا كتب نوت عائل اسمه الاسمه الىlexander fleming الاسمه الىlexander fleming دوت واخد جايزة نوبل ولو يقول لك انه اليكزاندر فليمينج واخد جايزة نوبل بمحد الحظ قول له الحظ ايه او الفرصة ايه لا تأتي الا لمن يستحقها عامك اليكزاندر فليمينج دوت كان مايكروبيولوجست يعني بيشغال في المايكروبيولوجي وشغال مع البكتيريا فكان عامل بليت كده طبق طبق ده زرع عليه شوية بكتيريا حصل له موقف اما فيه عركة تحت البيت فهو نزل يفضه فساب ساندوتش من ساندوتشادو العيش يعني جنب الطبق وساب الباب او الشباك مفتوح فالشباك دخل منه هوا الهوا ده اخد شوية فطريات كان بتنمو على العيش ده واخد الفطريات دي وقع هنا فالفطريات اتزرعت جنب البكتيريا قمت جات الفطريات الفطريات اللي هي اسمها بنيسيليا موتاتم اما تمطلع مادة اسمها البينيسلين يقوم عامك البينيسلين ده رايح قاتل كل البكتيريا لو الراجل الاسمه اليكزاندر فليمينج ده لاجع دلوقتي هو لاجع خراص لان فيه بكتيريا كلها بيتة لو لان البكتيريا ميتة لو هو واحد كاي واحد في الدنيا وفعلا مش بيسعى كان حي يرمي الطبق ومن غير ما يشوف السبب انما كالهم من ربنا ام ربنا الهمه طب ما ايه السبب ان البكتيريا ماتت سأل واي واي البكتيريا دي ماتت جاي يدور في الطبق يمين واشمال تحت المايكروسكوب اخد عينا من الطبق ويدور لقى في الفطريات ولقى من الفطريات دي بتطلع مادة اللي هي البنيسلين بتقتل البكتيريا ام عمك اليكزاندر فليمينج دا واتقال لك طب ما ثانية كده ده احنا في الحرب العالمية كان الناس اللي كانت بتموت من العدوى البكتيرية بسبب ان هو مثلا متعور تعويره بسيطه بس البكتيريا دخلت جسمه كانوا بيموتوا من الفيفر والحرارة بسبب البكتيريا دي اكتر من اللي ميموتوا بالجانشوتس بطلقات النار يبقى انا كده هقدر الحق كمية كبيرة من الناس اللي يدوبك اتصابت اصابة صغيرة وماشت بسبب بكتيريا او ما نقوم جايب لهم البنيسلين دوت استخلصوا بقى وحطوا على جرح المرضى كمضاد دحاوي فالبنيسلين دا كان اول مضاد دحاوي يكتشف في العالم والبنيسلين دوت كان بداية عصر الانتيبيواتيكس كان بداية عصر الانتيبيواتيكس انقذ ملايين من الارواح مين بقى ليه اكتشف الموضوع دوت عمك اليكزاندر فليمين عن طريق ايه عن طريق انه درس حاجة طبيعية ناتشرال اسمها يبقى كده الويلو بارك اخدنا منه عمل منه الاسبريين الكنيسلين ايه تالت مثال مسلا في العلم الحديث بقى قالك والله في العلم الحديث برضو في حاجة في مادة او نبتة هنكتبها باللحمر برضو اسمها الرول سيربنتنا الرول فيا also serpin تينى دي من اسمها كده اخدنا اول اسم اول حت من الاسم الرول فيا واخدنا سيربنتينا يبقى سيربن projects by A ريزربين ده نوع من اناواع المواد الفعالة اللي اسمه المهم ان الريزيربين ده بناخده من نبتة اسمها الراولفيا او اسمها الناس اللي كانت فرنش عارفة ان كلمة يعني التعبان لان الراولفيا سيربان اصلا كان عبارة عن جذور تحت الارض بشكلها عامل كده موجه فكانت شبه التعبان فسموها الراولفيا سيربان دي بيقولوا ان لها اكشل بناخد منها الريزيربين والريزيربين ده ليه اكشل اسمه انتي هيبر تنسف واحدة واحدة كده ايه لترجمها واحدة واحدة انتي يعني مضاد هيبر يعني عالي تنسف يعني ضغط يعني مضاد للضغط العالي يعني بيعمل ايه يعني بنفسون كده بيقلل الضغط بيقلل البلاد ضغط الدم يعني ممكن بدلا ما اقول انتي هيبر تنسف يعني مضاد الضغط العالي اول بيوطي الضغط يعني هيبو تنسف هيبو يعني بيقلل تنسف يعني ضغط يعني بيقلل الضغط التلاتة دول مراضفات لبعض ده سنتبقى عارف التلاتة فالراولفيا سيربينتينة ده كان اكتر واحد بيستخدمها مين؟ كان بيستخدمها المهات ماغندي المهات ماغندي المهات ماغندي المهات ماغندي ده كان واخد جائزة نوبل في السلام ليه؟ كان بياخد كمية كبيرة من الراولفيا سيربينتينة دايماً حطوتها تحت سنانه عمالي اعضار عليها ليه؟ لان ماليانة مهدق يخليه دايماً هادي وراسي كده وانتي هايبرتنزر فالراولفيا سيربينتينة كان عمك المهات ماغندي بيستخدمها عشان ايه؟ كترانكيلايزر ترانكيلايزر مهدق وغير كده غير ان هو ترانكيلايزر مش نوبل ذا جنيها راولفيا سيربينتينة يعني شبه التعبان فهي كمان كانوا بيستخدموها مش عشان هي شبه التعبان بس انا بقى مش كده قالش عشان تعفزها ان كانوا بيستخدموها زمان عشان خاطر كمضاد لعضات الايه؟ التعبان ولو واحد عضو التعبان ايه اللي بيحصل؟ هتفهموا عليه لما مونزكي التعبان عضها ايه اللي حصل؟ حررتها عالية فده كأنه مضاد للتعبان ومضاد لللي بيعمله التعبان للحرارة يبقى هو انتي بايريتك 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 في ايه؟ في الفيفر فيفر يعني حرارة يعني بيقلل السخنية خافض الحرارة زي مين؟ زي الاسفرين ده هو الاسفرين اللي تنخفضين للحرارة انتي بايريتك يبقى كده الاستخدامات انه هو رقم واحد رقم اثنين مهدق ترانكيلايزر حتى سعب يقوله عشان انسانتي يعني جنون انسانتي يعني الجنون رقم ثلاثة مضاد لعضوات التعبان رقم اربعة او مضاد للحرارة عالية الفيفر طيب رقم اربعة و عusu دي هندرس حاجة اسمها هو الوينكليستين والفينبلاستين وبنمو فلون عليهاه uzhe ما قلنا هنا ذي بينكا الكالويد فيبقى مبني يا نبتة ما بيجي ناخه البن السبريب بناخده من الولو ما بني اخد البنسيليون بناخده من البنسيليم وما تطلقباش مبنيون بت頑ع يم الرويزربيو بناخده من الراولفيا السربنتينا الين كاكا سكين و الين بلاستين ال сколькоلويد، بناخدهم من اين؟ من ابتة اسمها الينكا و حتى اسمها بالعربي الوينكا الينكا دي ليه اسمها تاني ليه اسم اسمه كثارانتس او ليه اسم تاني اسمها اه 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 خلص كفاءة عليكم كثارانتس يبي اسمها الينكا او اسمها التاني الكثارانتس الطب اسمية اللاتينية اللاتينية الاسم اللاتينيةему هو اسمها كاثرانثاس روزييس طب الي ااخد منها كريستين والبلاستين كريستين ده على اسم العالمة اللي اكتشفيته هنا في جيب اجزيلة سينة اسمها كريستين وبين بلاستين اي حاجة فيها بلاست كده بلاست دي يعني ايه? انها علاقة بالكانسر. فبنستخدم الفين كالكالويدز او المواد الفعالة بتاعت الفينكا كأنتي كانسر. بالذات لايه? بيني وبينك يعني? للليوكيميا. بالذات سرطان الايه? البلد كانسر. البلد كانسر اللي هو ايه? والحد النهاردة مش راقين مواد فعالة بقوة الالكالويدز بتاع الكاثررات السلووسيس. لدرجة ان احنا كدنا الفينكامين وادي، عدل على وصنعنا منهم مواد فعالها جديدة. انما احنا مصنعناش اخرى كأنسر Punch Drugs اقويه زي يبنا كده رابع مالي ل Large Drugs اللي هي بسبب طلوعの próximo يعني انا كدنا وضعتنا كالمنا الص pied الطافية الفينكامين من الويلو اكتف كولستيوتوت اسمه ordenيسيلين من penicillina myotata اكتف كولستيوت اسمه Herzobene من الراjadi اكتف كولستيتوونت من الور وسطين من الون او الكافيرض اكتف كولستيتوونت اسمها التاكسول التاكسول دي خدناها من النبتة اسمها التاكساس بري في فوليا معلاش اسمها صعب تاكساس بري في فوليا اللي هيا اسمه تاني بالانجليزي squeezing الـU اشجار الـU يقول عليها Pacific U Pacific يعني ايه؟ يعني ايه علاقة بالمحيط الهادي تقريبا المهم؟ Pacific U فالتاكساس بريفوليا دي عشان ما تنسهاش بريففوليا بريفي كده جاي من كلمة بريف فدايما البنات اللي عندها بريست اللي بيجي لها بعد الشارع عليكم كلكم بريست كانسر البنات تقلت تقول لها انت ازاي بريف كده انت ازاي شجاعة كده تبقى تاكساس بريفوليا بارك اللوحاءة بتاع شجرة تايكساس بريفيفوليا بيستخدر عشان اطلع منه انه مادة فعالة اسمها التكسول او مواد فعالة اسمها التاكسول الـ تاكساس بريفوليا دي بتعالج ايه بقى? يبقى بتعالج Uberst緊غ يبقى بعندي تاكسوت السرطان الثادي اخر مثال عندنا الاكتف كولستيتمت او المادة الفعالة اللي اسمها الديجوكسن الديجوكسن ده بناخده من النبتة اسمها الديجي تالس او ليها اسم تاني اسمها بالانجلس اسمها الفوكس اللي هي انتهى يعني اخف الثعلب طب تفرق معي فى ايه تغواني اسمها كف الثعلب Regional الازهار بتاعتها شكلها عامل كده. فالاطفال زمان بتدخل صوباعة كده تاخد فوكس 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 جلاس فوكس جلاس كده قد تعمل كده. فكأنها شبه الكاف كده. المهم يعني اسمها الديجيتاليس او الفوكس جلاس. بناخد منها ايه? بناخد منها المادة الفعالة باسمها الديجوكسن. طيب والديجوكسن دي بتعالج ايه? بتعالج امراض القلب. حاجة اسمها كونجستيف هارت فيلير. فاحنا مش كل مرة عموق نكتب كونجستيف هارت فيلير. باخد اول حفقة من كل حاجة. يبقى بتعالج مرض اسمه يعني يبقى اسمه كونجستيف هارت فيلير او فشل عضلة القلب. الاحتقاني. الاحتقاني عشان الناس اللي بترجم على موجل ما ترجمش على اولي. اسمها فشل عضلة القلب الاحتقاني. طيب. ايه فشل عضلة القلب ده? هده كده ايه? احنا واحنا صغيرين يا شباب. انا وانتو كده. قلبنا بيدق ازاي? قال لكم الليها قلبنا بيدق كده. كويس جدا. ممتاز. طب لما بنكبر عضلاتنا كلها بتضعف بما فيها عضلة ايه? عضلة القلب. فمحتاجة حاجة تقوي دقة القلب. يعني القلب لو احنا صغيرين عادي و احنا تمام وسحطنا تمام بيباشره عن كده. طب لما بنكبر القلب بيدق كده. فانا محتاج حاجة تقوي. فاتقوي ديت مين اللي بيعمل كده? الديجوكسن او الفوكس جلوف او الديجيطاليس. الديجوكسن ده الاكتف كونس فيتور. فتلاقي عضلة القلب بدلا ما تبع عاملك كده. طوم. ترجع لقوتها طبيعية. وهكزا. يبقى مين اللي بيعالج? فشل عضلة القلب الاحتقاني او. هو مين? هو نبات اسمه الديجيطاليس كف التعلق او في مادة فعالة اسمها الديجوكسن. على فكرة الديجوكسن ده موجود في بص كده معاية. اللي بالاسود ده الاختيف كونس فيتور. اللي بالاحمر ده النبات. واللي بالازرق. اللي بالازرق ده اليوز. تمام؟ هنا برضو اللي بالاسود اسمه ايه? اسمه الابنسلم. الابنسلن بناخدها من نبات اسمه او اسمه بنسليا منتاطا بنستخدمه في ايه? بنستخدمه كانتيبيوتك. تعالية كتابها معلش انا نكتب بالازرق. يبقى ايه? انتي الفرست انتي بايوتيك. ايه بي يعني انتي بايوتيك. يبقى ده ايه ده? ده اليوز. طيب. تانت واحد خدناه. الريزربين الكالويد اكتف كولستيتوينت. طب المادة الفعالة ديت. بناخدها من نبات اسمه الراولفيا سيربنتينا. بنستخدمها في ايه? بنستخدمها في انتي هيبرتنسل ترانكلايزر سنيك بايت انتي بايورايتك. رابع مسال نسمها بناخدها من نابتة اسمها او بنستخدمها في ايه? اما انتي بايوتيك بيعايد الزائزة للسلطور الدم اللوكيميا. اخر حاجتين. المادة الفعالة اسمها widgets. بناخدها من نابتة اسمها Playforia Borg او اسمها Macific U بنستخدمهاだから بس المرة دي اسمه هنا كان الانتي كانسر للوكيميا هنا للبريست كانسر طب هو ايه الفارق بين البريست كانسر والبلاد كانسر يقولك على البريست كانسر ده يقول عليه الصوليد كانسر صوليد يعني فيه تيشو انما اللوكيميا ده نسيج يعني كانسر في نسيجي انما ده بيبقى اصعب شوية ده الكنسر في الدم اخر حاجة الديجوكسنج لايكوزايد الديجوكسنج لايكوزايد ده ده الاكتف كونسديفن بياخدها من ناب تسمى كافة تعالى بالفوكسجلاوو او الديجيتاليس بيستخدمها في ايه بيستخدمها في السي اتش اف او كونجيستف هارت فيلير فشل عضلة القلب الاحترخاني لغاية هنا وهنوقف النهاردة ان شاء الله هكتب لكم رقمي زيلو اتناشر اتنين تمانية اربعتاشر تسعة تمانية سبعة تلاتة تقدر بتخلموني في اي وقت انا مش عايز استقل عليكم في اول حصة هنكمل باقي الحصة اللي جاية ان شاء الله معلش النهاردة كتحصة طويلة شوية بس انا والله هتلاقي بعد كده الحصة في حدود الساعة ان شاء الله مش اكتر من ساعة والحصة النهاردة طويلة عشان احنا عقبنا تقريبا نص ساعة بديك عن القسم كله فانت هتلاقي الحصة كله عقبنا مش هتكمل ساعة اللي ربع اللي انت تذكره اللي هو من اول ما قولناها فارماكوجنزي فارماكون وجيغنوسكو الحد هنا المرة اللي جاية هناخد اشكال الادوية النباتية يعني مثلا تلاقي والله في حد بياخد النبات في هيئة اسمه اي دوت تابلت فيه ناس بتاخده في هيئة شاي فيه ناس بتاخد النباتات دي مش بس عشان العلاج لأ دي كمان بتستخدمها كتزيين جارنش للأكل زي مثلا الزعتر والنعناع والحصة الحاجات دي في ناس بتاخد النباتات كاي حاجة في دوقا ممكن ناخد النبات دوت وابدأ استخلص منه المادة الفعالة كاكستراكت ممكن ناخد مش بس الاكستراكت دي انا استخلص مادة واحدة مش مجموعة مواد يعني كل ده هندرسوا المرة اللي جاية الحصة اللي جاية ان شاء الله هنزلها لكم برضو فري على النت وعلى بداية الاسبوع اللي جاي هندرسوا ناخد لكتشورتو لما تبقى تتشرحت في ايه في الكلية ان شاء الله تكملة الكورس هتكون موجودة سواء عايز تحجز اونلاين هتكلم السكرتاريا وحساب لك رقمها او عايز تحجز في السنتر انت في السنتر مفيش حجز بس يا جوبك بتقولي ان انت هتحضر الحصة هتتابع معي على جروب الواتساب جروب الواتساب بينزل علي المواعيد بتاعت الكورس وبينزل عليه كل الابديت سواء تاعت الكورس او بتاعت الورق في الكلية اللي محتاج اي حاجة يا شباب يكلمني ده رقمي زين 1228149873 ده رقم الواتساب هتلاقوني برد عليكو في اي وقت او لما بفضى اللي عنده اي سؤال يقدر يسيبهولي على الفيسبوك او على الواتساب بالتوفيق يا شباب مبسوط ان انا دايما معاكو ان شاء الله من اول دلوقتي حد اما تتخرجوا باذن الله حسب لوكو استطبورة اللي عايزين تاخدها سكينشوت تسكروا منها وبالتوفيق